أهلا بيجوا في حلقة جديدة من الحياة البرية مع تيرمو النهاردة هنتكلم على النمر السيبيري اللي هو يعتبر أقوى أنواع القطط البرية على الإطلاق وبالتالي طبعا أقوى أنواع النمور خلونا نبتدي كده بالتاريخ بتاعه النمر السيبيري مسمى علميا ببانثيرا تايجرس ألباكا وهو بيشار إليه باسم نمر العمور أو الأمور ده نسبة إلى نهر أمور المنطقة اللي هو بأحد المناطق اللي هو بيعيش فيها وهو أكبر القطط في العالم على الإطلاق وبيعيش أساسا في غابات شرق روسيا إلى جانب بعض أجزاء شمال شرق الصين وكوريا الشمالية طبعا النمر السيبيري هو مثال على الحيوان اللي بتكاف مع المحيط بتاعه والقط البري ده بيوجد بشكل شائع في الغابات المختلطة اللي هو بيكون فيها الأشجر الخضرة والصورية ودي بتخلق بيئة تنوع عالي جدا بالإضافة للغابات والمواقع القريبة من الأنهار والكداول دي بتكون على أهمية كبيرة جدا بالنسبة لهم لأنها بتشكل طبعا مصادر مية وأراضي سيد رئيسية بس ده مش كل حاجة الأومة كمان بيعيشوا في مناطق بيكون فيها تلج والفروة بتاعتهم والفروة حتى اللي بتكون وصلة للكف بتاعهم كمان بتساعدهم على أنهم هيقدروا يمشوا بشكل صامد في البيئة دي طيب زي ما هو باين من اسمه أنه هو النمر السيبيري يعني هو بشكل أساسي بيكون موجود في السيبيريا لكن ليه كمان بيسمى نمر العمور أو أمور تايجر لأنه المواطن بتاعته بتمتد إلى منطقة العمور اللي هي بتشمل المنطقة المحيطة بنهر العمور وغباته في شرق روسيا وشمال شرق الصين النهر العمور نفسه هو واحد من أطول النهار في العالم وبيمر عبر مجموعة متنوعة من المناظر الطبيعية فيها غبات وجبال وبيلعب دور أكيد طبعا مهمة في توازن النظام البيئي هناك واحدة من الحقائق المسيرة جدا أن النمر السيبيري هو بيرتبط ارتباطه سيق بنوع من الأنواع النمور الموقردة اللي هو يعرف باسم الكاسبيان تايجر طبعا العلماء لما عملوا تجارب جابوا البصمة الجينية بتاعته وقالنوها مع أنواع كتير من النمور كان اللي تشعروا بينهم أليل جدا بس لما جم قرنوها مع السيبيريان تايجر اكتشفوا أن النسبة تتشعبوا عالية جدا والاختلافات في التركيب الجيني تكاد لا تذكر حاجات بسيطة جدا ده طبعا يوضح لنا الكائن ده قوي وقاتل قد إيه طيب لما نتكلم على الشكل بتاعه هو الفروة بتاعته بيكون بشكل أساسي لونها اللون اللي هو الأورنج أو البرتقاني بمختلف درجات وما بين الدرجات الفتحة والغمأة وأكتر حاجة بتميزه كمان الخطوط الصودة اللي بتكون موجودة في الفروة بتاعته طبعا الخطوط دي كمان يعني بيكون ليه غرض أساسي إن هي كمان بتساعده أو بتوفر له نقطة التمويه وسط البيئة المحيطة بتاعته أثناء عمليات الصيد طبعا الفروة بتاعته دي بتكون طبقة كسيفة وبتدي له عزل ضد درجات الحرارة المنخفضة لأنه هو بيعيش في مناطق طبعا بتكون منتشر فيها التلج بشكل أساسي السمك بتاعها ممكن بيوصل لحوالي عشرة سنتي وده طبعا بيساهم إنه بيظهر بشكل قوي زي ما بنشوفه والفروة دي كمان بتكون وصلة للكف بتاعه يعني فده حتى كمان بيخليه يقدر يتحرب بشكل صامت تماما محدش بيقدر يحس بيه وزي لما تكلمنا قلنا إنه هو من أكبر أنواع النمور الزكور البالغين بيكون طولهم بيوصل لحوالي ثلاثة متر ونص واللي اختفى عند الكتف بيكون متر أو متر وشوية تقريبا ويعرفوا باسم تامز زي ما بيسموهم بالإنجليش بالنسبة للإناث اللي هم يعرفوا باسم كوينز بيكونوا أصغر شوية الطول بتاعهم بيكون حوالي 2.5 متر أو 2.7 متر ولو بنتكلم عن الوزن وزن الزكور ممكن بيكون حوالي 400 كيلو جرام ووزن الإناث بيكون حوالي 170 أو 180 كيلو جرام تقريبا في المتعصد طبعا فصيلة الوطط بشكل عام كلها بتمتاز بالقوة والمرونة ومهارات كبيرة جدا في الصيد وأكيد النمر السابيري هو مش السسناء من القاعدة دي عندهم أجساد عضلية وقتل عضلية كبيرة جدا الرجليهم الأمامية بيكون كمان فيها مخالب اللي هي بيكون قبلة للسحب يعني المخالب دي ما بتبقاش طالع على طول بيطلعوها عند اللزوم أو عند الضرورة طول المخالب بتاعت النمر السايبيري بيوصل لحوالي يعني هي تراوح ما بين 7.5 إلى 10 سنتيمتر وكمان بتبقى معروفة بقدرتها على تسلق الأشجار وهو متسلق بارع جدا المخالب بتاعته بتساعده كمان لأن هي بتديله القبضة الآمنة على فروع الأشجار أو يعني زي منقول safe grip كمان الميزة بتاعتهم بيكون إلى 9 سنتيمتر لو هنجي نتكلم على التاكتيكات بتاعت الصيد بتاعتهم النمر السايبيري هو مجهز طبعا بترسانة أسلحة من أنياب ومخالب قوية جدا وقاتلة وهو بيستطاد بطريقة الكمين أو أمبوش هونتر بيعتمد على عنصر المكفجأة أنه هو يقبض على الفريسة بتاعته طبعا إلى جانب التمويه الممتاز اللي بتديه الفروع بتاعته فده بيخلي الفريسة مش قادرة تكتشفه أو غير مدركة للخطر اللي مستنيها لما هو بيلاقي هدف محتمل وبيستجنم التاكتيكات بتاعته بتاعت التخفي بيمتازك بالمحيط بتاعه وعنده قدرة على الصبر لغاية لما يوصل للحظة المناسبة للانقضاد أو اللحظة المناسبة للهجوم طبعا الاستراتيجية دي بتقلل من فرص أن الفريسة تكتشفه وبتزيد من النجاح معدلات الصيد بتاعته لما بيكون خلاص على مسافة قريبة اللي هي بتكون بتجهزه للهجوم بيقفز على الفريسة على طول وبيوجه عدة قاتلة للرهباء أو الحنجرة السرعات بتاعته في الجاري بتوصل متتراوح ما بين يعني 65 ل 80 كم في الساعة فمسافته سيارة طبعا السرعة دي بتساعد جنبا لينجنبا مع المخالب القوية والأنياب بتاعته أنه هو يخضع الفريسة بسهولة برضو النمور السيبرية كمان تعتبر أن هي opportunist hunters أو مفترسات يعني انتهزية عندها طبعا غزاء متنوع الفريسة الرئيسية بتاعتهم بتكون الحيانات زي الغزلان الخنزير البرية الساديات يعني بشكل عام وبرضو ده لا يمنع أن هم كمان بيستادوا الحيانات الصغيرة لما بيتتاح لهم الفرصة بما في ذلك الساديات الصغيرة والطيور طبعا زي ما قولنا هم بيستادوا بطريقة الكمين بس الفكرة أن هم بيعملوا تحليل كامل للموضوع في الوقت اللي هم بيكونوا عاديين متخافين فيه قبل ما ينقضوا على الفريسة بتاعتهم أول حاجة بيقيموا سلوك الفريسة بتاعتهم عامل إزاي مسارات الهروب المحتملة وكل ده بيساعدهم طبعا بيحسن الفرص بتاعتهم للنجاح في سلو الفريسة وطبعا على عكس أنواع معينة من القطط الكبيرة التانية زي الأسود مثلا النمور السايبرياء عادة بيستادوا الوحدهم طبعا لأن هم بيكون عندهم مساحة أراضي وسعة جدا يعني بسل الفردي كمان بيقلل من التنافس على موارد الطعم داخل الأرض هم بيكونوا سيادين نكحين جدا نسبة النجاح في محاولات السيد بتوصل لحوالي 50% أو لا يعتبر ضعف المحاولات أو نسبة النجاح بتاعت الأسود اللي هي بتكون بتطراح من 25% ل30% طبعا دلوقتي بيت رؤيتهم مش حاجة سهلة نظرا لعدادهم وليلة جدا لأن هم كاهن مهدد بالانقراط بشكل جميل جدا بس خلونا كان فيه أحد اللقطات أو الفيديوهات اللي تم تصويرها في 2018 كان في روسيا لأحد النمور معروف باسم يسوري وكان الفيديو موانضح أنه هو يعني نمر قضى على خنزير بري بمنتهى سهولة خنزير بري ده وزنه ممكن بيتعدل 200 كيلو تقريبا هو كل اللي يحتاجه أنه هو ضربة واحدة بس من كفه وقع الخنزير البري ده ولا كأنه حاجة حاجة بسيطة جدا بالنسبة له يعني في عام 2019 كان فيه فيديو برضو لأحد النمور اسمه جوبتر وده كان تم تصويره وهو بيسحب جسد أحد النواع من فصال الغزلان اللي هي تعرف باسم الألك ودي وزنها بيكون معدد 300 كيلو يعني 300 و 350 كيلو تقريبا جوبتر ده كان عمره حوالي 10 سنين ووزنه حوالي 350 كيلو وبيعتبر واحد من أقوى النمور السيبرية اللي تم تصوير مشاهد ليها في الحياة البرية واللاطات بيانت هو بيتحرك وهو شايل فريسة يعني وزنها أدو تقريبا يعني فريسة وزنه وعادي بيتحرك بيها بمنتاز سهولة وفي بيئة صعبة كمان مليانة تلجو الكلام ده كله فده بيبين أنه قوته كبيرة جدا وفي نفس الوقت يعني بيقدر يتعامل في أي بيئة بيقدر يندمج بمنتاز سهولة طبعا كل المعلومات دي بتوضح لنا أن النمر السيبيري ده يعني أحد أكبر أنواع القطة البرية وأكيد باليعني المعادات اللي عنده أو الحاجات اللي عنده ما تتمناش أن أنت تتقابله في البرية مع العالم أن الناس اللي بتتنقل في المناطق اللي هي بيكون معروف تواجد النمور فيها وهنا بنتكلم عن النمور في الفصائل اللي بتاعتها كلها بشكل عام النمر طول ما عارف أن انت بصص له هو ما بيجمش عشان كده في بعض الناس اللي هم بيبقوا عايشين في المناطق دي أو لما بيتنقلوا على رجليهم في المناطق اللي زي دي بينجاوا الحيلة أن هم بيلبسوا المسكات أو أقنعة بس بيلبسوها في الجزء الخلفي من دماغهم ما بيلبسوهاش على وشهم فبالتالي النمر بيبقى طول الوقت لو هو فيه حد مثلا النمر بنتربس بيهم أو حاجة هو بيثيقلوا أن هم طول الوقت شايفينه عشان كده ما بيهجامش وده بيقلل جدا جدا من هجمات النمور على البشر وهم بيتنقلوا في المواطن بتاعته طيب ده كده وصلنا لنهاية الفيديو لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب ولو عندكم أسئلة أو عندكم حاجة حابين تدفوها ممكن تحطوها في الكومنتات تحت شكرا كل الناس لتبعاتنا ونشوفكم في حلقة جديدة من الحياة البرية مع التيرمو اشتركوا في القناة